اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا هذه المدينة الكندية سانت ماري تحتاج الى مهاجرين من الدول العربية ومن كل الجنسية من خارج كندا لديها نقص كبير جدا للسكن والعمال في عدة مهن ووظائف هنا لديك النية في العيش والعمل في هذه المدينة سوف تحصل على الاقامة الدائمة هنا شروط التقديم الى هذا البرنامج هنا هذا البرنامج مبني على نظام قائم على النقاط اذا هنا سوف يحتاج المترشحون الى تحقيق مجموع سبعين نقطة او اعلى ليتم النظر في توصيتهم بناء على المتطلبات التالية وهنا سوف اشرح لكم طريقة الحصول على هذه النقاط هنا لديك عرض عمل او عقد عمل لوظيفة في احدى مجموعات النواكذة الاولوية سوف تحصل على خمسة وخمسين النقطة هذه هي المهن والوظائف المطلوبة ولديها نقص حد في هذه المدينة ثانيا لدينا نقاط العمر هنا عمر مقدم طلب يوم استينام الطلب لدينا من 18 الى 37 سنة سوف تحصل على 6 نقاط من 37 الى 47 سنة سوف تحصل على 3 نقاط من 48 وما فوق سنة سوف تحصل على نقطتين هنا لدينا نقاط الخبرة لديك سنتين خبرة سوف تحصل على نقطتين إذ لديك 3 سنوات خبرة سوف تحصل على 4 نقاط إذ لديك 4 سنوات خبرة سوف تحصل على 6 نقاط إذ لديك 5 سنوات خبرة سوف تحصل على 8 نقاط إذ لديك 6 سنوات خبرة سوف تحصل على 10 نقاط هنا ايضا لدينا مكافأة من هذه المدينة إذ لديك خبرة تعمل لمدة عام على الاقل في هذه المدينة خلال السنوات الحمس الماضية هنا أي شخص عمل في هذه المدينة سابقا سوف يتحصل على ثمان نقاط هنا أيضا إذ درست في مؤسسة ما بعد الثانوية في سانت ماري سابقا أكثر من سنتين خلال الخمس سنوات الماضية سوف يتحصل على ست نقاط سنة واحدة خلال الخمس سنوات الماضية سوف يتحصل على ثلاث نقاط هنا إذ كان مقدم الطلب من سكان المجتمع بالفعل أو لديه مثلا عقار في هذه المدينة سوف يتحصل على ثمان نقاط وإذ قمت بمثلا استئجار عقار داخل حدود سانت ماري سوف يتحصل على أربع نقاط هنا إذ لديك مثلا روابط شخصية مع أفراد المجتمع مثلا مقدم الطلب لديه أحد أفراد الأسرة المباشرين مثلا الوالد الأخ طيف المقيم دائم أو مواطن كندي يعيش في هذه المدينة سانت ماري لمدة سنة على الأقل هنا سوف تحصل على عشر نقاط أيضا إذ لديه مقدم الطلب أحد أفراد الأسرة الممتدة مثلا الجد العم العم مع ابن العم أو ابنة الأخ أو ابن الأخ أو صديق أو ممثل من منظمة مجتمع قائمة وهو مقيم دائم أو مواطن كندي يعيش في سانت ماري لمدة سنة على الأقل هنا أيضا سوف يتحصل على خمس نقاط هنا أيضا مثلا إذ مقدم الطلب المرشح قام بزيارة سانت ماري لمدة خمسة ليالي على الأقل في خلال السنوات الثلاثة الماضية والتقى مع اثنين من أصحاب العمل على الأقل في مجال عملهم أثناء زيارتهم سوف يتحصل على ثمان نقاط هنا إذ كان يتمتع مقدم الطلب بمعرفة حقيقية واهتمام بالنشاط الطرفيه أو الثقافي أو نمط الحياة الموجود في سانت ماري سوف يتحصل على خمس نقاط هنا للمتقدمين مع الزوج أو شارك القانون العام هنا لدى زوج مقدم الطلب أو شاركه بموجب القانون العام عرض عمل صالح لوظيفة في إحدى مجموعات شهادة عدم الممانعة ذات الأولوية المحددة علىه التي ذكرتها لكم سابقا سوف يتحصل على عشر نقاط وإذ كان يتمتع زوج مقدم الطلب أو شاركه في القانون العام بخبرة عمل تقل عن سنتين بدوام كامل ذات الأولوية النوك ومستمر سوف يتحصل على خمس نقاط أيضا إذ كان يتمتع زوج مقدم الطلب أو شارك القانون العام بمعارات في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية خمسة في جميع الفئات سوف يتحصل على خمس نقاط هنا هام يجب على مقدم الطلب تقديم نتائج الزوج أو شارك القانون العام من اختبار لغة معين مثلا تي سيا في كندا أو اختبار لغة الإنجليزية والذي يجب أن يكون عمره أقل من عامين عند التقديم إذن هنا يطلبون إثبات شارك اختبار اللغة سواء الفرنسية أو الإنجليزية هنا عامة فيما يخص جمع النقاط سوف تركزون على العمر الخبرة وأيضا اللغة وباقي النقاط الأخرى مثلا عملتها في سانت ماري أو درستها في سانت ماري ولديك أحد الأفراد أو مثلا عقار هنا نقاط إضافية هنا سوف أترك لكم رابط حساب النقاط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو إذن هنا شرحت لكم كيفية الحصول على هذا الشرط سبعين نقطة أو أعلى ولدينا أيضا شرط آخر يجب الحصول على عرض عمل أو عقد عمل في هذه المدينة سانت ماري هنا هذه المدينة لديها موقع خاص بها سوف أدخل إليه وسوف أشرح لكم طريقة الحصول على عقد عمل في هذه المدينة هذا هو الموقع الرسمي التابع لمدينة سانت ماري الكندية كما تشاهدون للتقديم للحصول على عقد عمل وهو موقع رسمي تابع لهذه المدينة موقع خاص بها سأترجم لكم الصفحة للشرح كما تشاهدون وظائف هنا لدينا كل الفئات مثلا تريد البحث على الرعاية الصحية تجارة البناء الضيافة التعليم التدريب وأتقديم مباشرة إلى الوظائف المتحة حاليا هنا هذا الموقع ينشر يوميا وظائف جديدة هنا تختار الوظيفة المناسبة حسب البروفيل الخاص بك وتقدم هنا مثلا سأختار هذه الوظيفة الخصائية أمراض النطق واللغة لأشرح لكم طريقة التقديم سنضطع كذا هنا سوف تجدون كل تفاصيل الوظيفة الشركة التي سوف تعمل بها هنا ما هو مطلوب منك الشروط هنا ماذا نحتاج منك هنا الراتب يبدأ من 39.57 دولار إلى 47 دولار في الساعة هنا تواصل باللغتين الرسمية مثلا الإنجليزيا والفرنسية هنا ميزة إضافية ليست إجبارية هنا اللغة فقط للتواصل في مكان العمل هنا طريقة التقديم سوف تقوم بأرسال خطاب التقديم عبارة عن رسالة والسيرة الذاتية إلى هذا الموقع هنا يطلبنا سيرة ذاتية إنجليزيا بالمواصفات الكندية الصحيحة هنا يتسايل الأمر عليكم سوف أترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه كافية إنشاء السيرة الذاتية الإنجليزيا بالمواصفات الكندية الصحيحة تجدنا رابط الفيديو مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو هنا هذه الشركة سوف توفر لك الإقامة هنا المرشحين المختارين فقط سيتم التواصل معهم لإجراء المقابلة مع الشركة هنا سوف أترك لكم رابط موقع الوظائف التابعة لمدينة سانت ماري مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو للتقديم على الوظيفة المناسبة لك للحصول على عقد عمل وتحقيق هذا الشرط هنا نفترض أنك قدمت إلى الوظائف وتحصلت على عقد عمل بالتالي حققت هذا الشرط وأيضا حققت شرط الحصول على سبعين نقطة وقمت بإجتياز أحد الامتحانين إما تي سيا في تي وفي كاندا أو امتحان اللغة الإنجليزية وهنا فيما يخص موضوع الامتحان يطلبون مشتوى عالي جدا يطلبون مشتوى متوسط فقط أي شخص يمكنه الحصول على هذا المشتوى هنا أيضا سوف تقومون بمعادلة الشواهد مثلا في موقع واس هنا سوف أترك لكم رابط الموقع مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو هنا بعد تحقيق كل هذه الشرط هنا طريقة التقديم ستكون أونلاين وسوف أترك أيضا لكم رابط موقع التقديم للبرنامج مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو هنا أيضا يمكنكم التواصل مع المدينة للحصول على أي استفسار فيما يخص موضوع البرنامج هنا يمكنكم التواصل معه مبارا على إيميل أو إرسال رسالة هنا تكتب الاسم واللغب هنا عنوان البريد الإلكتروني التواصل المدينة معك وتجيبك على الأسئلة هنا الهاتف اختياري هنا الرسالة تكتب الأسئلة التي تريدها للمدينة هنا تضغط على هذه الخانة هنا تضغط على اختبار التباتشا وتضغط على يقدم وتنتظر الرد عبر الإيميل وسوف تجيبك المدينة عن أي سؤال تريد طرحه عليها وسوف أترك لكم رابط التواصل مع المدينة مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو إذن هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم أتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح في المقابل أتمنى أن تدعموا الفيديو بلايك برطاج إذ كانت أول مرة تشهد قناة فرنسولوكس مرحبا بك سوف تستفيد كثيرا قناة مختصة في كل أنواع الهجرة حول العالم ولا تنسى تفعل زر الجرس ليصلك أي فيديو جديد أنشره في القناة إذن شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجامعة